عشرات القتل والجرح من عناصر الميليشيات خلال الساعات الماضية مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة وغارات لطائرات التحالف دعم الشرعية على جبهات الساحل الغربي والبيضة والتعز وشمال اللحج وسط تقدم الميداني لقوات الشرعية أكثر من ثلاثين عنصرا من الميليشيات لقوا مصرعهم على جبهة الساحل الغربي تحديدا شرقي مدريات التحيط والدريهمي وزبيدة خلال مواجهات في منطقة الفازة والجاح ومركز مدرية الدريهمي على جبهة قانية بمحافظة البيضة أكدت مصادر عسكرية مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات المواجهات تواصلت شمال محافظة الأحج جنوب غربي البلاد حيث تقدمت قوات الجيش الوطنية باتجاه منطقة الرهدة جنوب شرقي التعز بعد أن استعادت السيطرة على مواقع ومرتفعات في مناطق القبيطة وحيفان وطور الباحة وأجزاء واسعة من الأطراف الشمالية لمحافظة الأحج المواجهات في محافظة الأحج أسفرت عن قتل وجرح في صفوف ميليشيات الحوث الإنقلابية ترجمة نانسي قنقر